تحاول تركيا نزع فتيل أزمة تلوح في أفق البحر الأسود بعد إعلان دول حلف شمال الأطلسي عن رغبتها في إدخال سفن حربية تابعة للحلف إلى البحر وخشية حدوث توتر قال وزير الدفاع التركي خلوس أكار إن بلاده تسعى لتفادي أي سوء فهم قد يسببها حلفاؤها في الناتو في البحر الأسود ما قد يشكل استفزازا لروسيا دعونا نحترم حدود وسيادة أوكرانيا ولا نتسبب في حالات سوء تفاهم قد ينظر إليها على أنها استفزازات ويبدو أن تركيا التي تطلع دور فاعل لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا تعتبر دخول سفن دول الناتو للبحر الأسود خطوة من شأنها تعقيد الأزمة وإثارة حساسية زائدة لدى الجانب الروسي لذلك ترى تركيا أن دخول هذه السفن للبحر بمثابة استفزاز ونشر لما وصفه وزير الدفاع خلوس أكار ما سماح بلاده بدخول أي سفن لأي دولة غير مطلة على البحر الأسود إلى مياه البحر تركيا تبقى ملتزمة باتفاقية مونترو ولن تسمح بمرور السفن الحربية عبر البوسفور والدردانيل إلى مياه البحر الأسود وتهدف تركيا من هذا الإجراء إلى تهدئة الأوضاع وضمان عدم انتهاك مبدأ الملكية الإقليمية والحقوق ذات الصلة للدول الساحلية للبحر الأسود ودعا أكار إلى الحذر من تبعات الإخلال بالتوازنات في منطقة حساسة مثل البحر الأسود في خضم حرب مستمرة بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي قد يدفع الأمور للخروج عن السيطرة